اشتراك مع نظم الحمل بتخفف الحمل مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله اليكم الاحوال الجوية المتوقعة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يقترب من المملكة منخفض جوي هذا المنخفض الجوي يعتبر من الدرجة الثالثة ومصحوب بكتلة هوائية باردة وفعالية جوية عالية وبالتالي فان الاماكن واوقات حدوث الهطول بنلاحظها على الخرائط التالية ليلة الثلاثاء على الاربعاء باذن الله يبدأ الهطول في المناطق الشمالية يمتد تدريجيا الى بقية المناطق خاصة المناطق الوسطى صباح يوم الاربعاء وظهر يوم الاربعاء وايضا الاربعاء بالليل والخميس يوم الخميس تمتد الامطار لتشمل معظم مناطق المملكة هذه هي الوضعية الجوية اذا منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة هذا من الدرجة الثالثة دوفة عالية عالية يؤدي الى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة احوال جوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة اجواء دافئة نسبيا درجات الحرارة اعلى من المعتاد خلال الفترة الزمني السابقة اللي اعتدنا عليها كانت درجات الحرارة الصغرى منخفضة بحدود اربعة وخمس درجات مئوية لكن هذه الليلة الصغرى هي بحدود احداشر درجة مئوية احوال الجوية المتوقعة لثلاثة ايام القادمة اعتبارا من يوم الثلاثة تشتد الرياحة الجنوبية الغربية ومن ثم الغربية تصبح نشطة مع حبات قوية احيانا مثيرة للغبار والاتربي خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وطبعا هذا يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح ايضا يوم الثلاثة يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة على سبيل المثال وصلت درجة الحرارة العظمى نهارا هذا اليوم في عمان بحدود واحد وعشرين درجة مئوية لكن نتوقع يوم الثلاثة ان تنخفض وتصل العظمى وتسجل في عمان بحدود اربعتاشر خمستاشر درجة مئوية اذا هناك تغيير كبير في درجات الحرارة نحو الانخفاض وبتكون يوم الثلاثة درجات الحرارة تقريبا حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ايضا الثلاثة ليلا اجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا تتكاثر الغيوم تدريجيا كون المنخفض الجوي يبدأ تأثيره على المملكة بشكل واضح ويبدأ الهطول في المناطق الشمالية يمتد تدريجيا الى بقية المناطق والصغرى المتوقعة سبع درجات مئوية يوم الاربعاء تسيطر الكتل الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض الجوي المنخفض الجوي زي ما حكينا هو من الدرج الثالثة دوفة عالية عالية من حيث الانخفاض الكبير في درجات الحرارة من حيث سرعة الرياح الشديدة التي يصاحبها احيانا هبات قوية وايضا من حيث الهطول يبدأ هطول الامطار ليلة الثلاثة على الاربعاء يمتد تدريجيا ليشمل بقية المناطق فالاجواء يوم الاربعاء باردة غائمة ماطرة عاصفة ايضا الامطار تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بالرعد والبرق والبرد ويخشى من حدوث السيول وحدوث بعض الفيضانات خاصة في الاماكن المنخفضة من المملكة العظمى المتوقعة يوم الاربعاء بحدود 10-11 درجة مئوية اقل من معدلها بشكل واضح والصغرى اثناء الليل بحدود 6 درجات مئوية يوم الخميس ايضا خفاض اخر على درجات الحرارة اجواء باردة غائمة ماطرة عاصفة رياح شديدة وامطار في معظم مناطق المملكة والامطار بتكون احيانا غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد لكن اعتبارا معصر يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة يعبر الجزء الابرد من الكتلة الهوائية الباردة يؤدي الى سقوط الثلوج على المرتفعات الجبلية الجنوبية وايضا تسقط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية الوسطى والشمالية ايضا وبتكون الاجواء باردة وبستمر هذا الوضع وهذه الاشكال من الهطول حتى صراح يوم الجمعة يوم الجمعة يخف الهطول تدريجيا مع بقاء الاجواء باردة وغائمة ولكن تحدث بعض الهطولات الخفيفة احيانا ملخص للأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة ايام القادمة اول شي انخفاض كبير على درجات الحرارة يوم الثلاثة وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يومي الاربعاء والخميس باذن الله لتصبح الاجواء باردة وغائمة وماطرة تدريجيا وزي ما حكينا منخفض جوي يومي الاربعاء والخميس ويستمر حتى صباح يوم الجمعة وهناك ثلوج منتظرة خاصة اعتبارا من عصر يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة على المرتفعات الجبلية الجنوبية مرتفعات الطفيل والكرك وبشكل عام مرتفعات الشراه الجنوبية وايضا تسقط زخات من الثلج على المرتفعات الجنوبية الوسطى والشمالية من المملكة في هذه الفترة لكن شاء الله يوم الجمعة يخف الهطول تدريجيا أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع السلامة وتحية لكم من طقس العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر